عام 2008 وصل الغاز المصري إلى لبنان عبر خليج العقبة مروراً بسوريا واستمرت عملية استجراره تسعة أشهر عام 2021 أي بعد 13 عاماً تتكرر التجربة لكن الظروف السياسية والميدانية اختلفت سياسياً تشجيع أمريكي للتفاوض مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثماني الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وصيانة أنبيب الغاز وصولاً إلى لبنان سوريا وافقت على التعاون بعد زيارة الوفد اللبناني لكن العبرة في التنفيذ وعدم العرق له أيضاً وأيضاً اجتماع ربعي منتظر هذا الأسبوع في العاصمة الأردنية عمان يضم وزراء الطاقة في مصر والأردن والسوريا واللبنان لإعادة إحياء اتفاقية استجرار الغاز من مصر المبرمة عام 2009 وسيمكن ذلك معمل دير عمار في الشمال من التزود بالكميات الكافية لتشغيله على الغاز ميدانياً أنبيب الغاز بين مصر والأردن جاهزة لكن مصار الأنبيب بحاجة إلى صيانة في القسم الذي يمر في سوريا ولبنان وصولاً إلى معمل دير عمار وبدء الضخ يجب أن يسبقه التأكد من عدم وجود التسرب في الخطوط وتأمين الحماية لها منعاً لأي أعمال تخريبية وإذا كانت الخطة تتضمن نقل الغاز عبر البواخر إلى معمل الزهران أيضاً فهناك حاجة لتأمين تجهيزات جديدة خاصة وأن تشغيل معمل دير عمار والزهراني على الغاز سيؤمن 860 ميجاوات كهرباء على الشبكة اللبنانية كل ذلك بحاجة إلى أربعة أشهر لإنجازه أما استجرار الكهرباء المنتجة في الأردن إلى محطة كسارة في لبنان فيحتاج إلى فترة أطول بكثير قد تصل إلى عشرة أشهر فالإجراءات أكثر تعقيداً لأن الخط السبعي الذي سيتم استخدامه تعرض لأضرار جسيمة أثناء الحرب السورية وتشغيله صعب لا سيما وأن الأوضاع لا تزال غير مستقرة ببعض المناطق التي يمر بها الخط في سوريا إذن المشروع يحتاج أولاً إلى وقت ويتطلب ثانياً نوايا سوريا صافية لم يعتد عليها لبنان إن في زمن الاحتلال والوصاية أو ما بعدهما فهل سيتغير تعاطي النظام الذي جرى الويلات على لبنان ولا يزال لا رهان على ذلك بل انتظار فلا انتظر